السلام عليكم وصلاة الله وقاتكم عمركم فكرت وين بروح بمئات آلاف الصور وآلاف الفيديوهات وانا دايما بصور بأعلى جودة اذا كان الصور فانا بصور دايما رو وبالنسبة للفيديوهات دايما بصور 4K او HD 120 فريمز بير ساكند ما بعرف اذا عندك فكرة عن اعداد الصور المرفوضة او المعادة او الغير ناجحة كل هذه ملفات ضخمة وبتاخد مساحة كبيرة وانا ما بحذف شي حتى الصور الفاشلة او المعادة دايما بحتفظ فيها كل مشروع فيديو او تصوير ممكن يكون 30 40 او 100 جيجا بايت او حتى اكثر ولك انت تخيل تراكمات السنين وهذه كلها مواد مهمة فبدك شي تعتمد عليه في حفظها ويكون بالك مرتاح انه الداتا في الحفظ والصون علشان هيك كانت علاقتي مع لاسي من بدري واللي اثبتت جدارتها قبل كم يوم جيت بنزل فيديوهات على اللابتوب وانصدمت فل ستوريج مع اني كنت متوقع هذا لكن تفاجأت انه جاء بدري شوية على طول طلب 3 CD2 Professional 10 تيرابايت بسرعة نقل بيانات حتى 260 ميجا بايت بالثانية وسرعة دوران 7200 دورة في الدقيقة بيتوصل بيو اس بي 3 ويو اس بي 3.1 لابتوب بساعة 2 تيرابايت وعندي هارد ديسك خارجي تاني كمان 10 تيرابايت لكن مع تصوير الرو والفوركي دايما بتحتاج لسعة زيادة وفي نفس الوقت لازم يكون هارد ديسك تعتمد عليه في الحفاظ على الداتا تبعتك لسي ديو توب بروفيشنال عنده وارنتي لمدة 5 سنين لانقاذ الداتا إذا لا سمح الله حصل أي عطل في الهارد ديسك بترسله للشركة وبينقذولك الداتا تبعتك لما يكون اللابتوب بساعة 1 تيرابايت أو حتى 2 تيرابايت بتحتاج تشتغل المشاريع على هارد ديسك خارجي وانت بتعرف الشغل على الهارد ديسك الخارجي قداش بيبطئ الشغل لكن لما يكون عندك ديسك بسرعة 7200 دورة في الدقيقة الوضع بيفرج معك كثير هذا أسرع هارد ديسك ممكن تحصل عليه وراح يكون شغلك عليه سلس وسريع بإذن الله بالتأكيد الهارد ديسك الاسس دي رح يكون أسرع لكن كمان في نفس الوقت سعره أربع ضعاف سعر هذا فمع هذا الهارد ديسك بتوفر مبلغ كبير وفي نفس الوقت رح تكون عندك سرعة عالية في الأداء خصوصا مع سرعة ناقل بيانات 260 ميجا بايت بالثانية عملت له تيست عشان أتأكد وفعلا طلع جد الانتحان شو رأيك بفترة كم بقدر أعبي هذا الهارد ديسك أنا عندي 2 تيرابايت على اللابتوب أوردي مليان وعندي هارد ديسك تاني 10 تيرابايت أوردي مليان تتبولي بالتعليقات كم بتتوقع وحياخد مني وقت هذا الهارد ديسك عشان أعبيه أنا متأكد بعد كم شهر رح يحتاج واحد تاني جديد علشان هيك ما غلبت نفسي واشتريت واحد يكون 2 تيرابايت أو 4 تيرابايت لأني عارف إنه قريبا جدا رح يحتاج واحد ثاني وثالث ورابع لأنه 2 تيرابا ما بياخد معايا غلوة علشان هيك أخذتها من قصرها وجبت العشرة تيرابايت وأنا هيك كمان بنصحك لأنه بتوفر كتير في السعر 2 تيرابا أو 4 تيرابا حيكون سعره فوق الميتين دولار هذا 10 تيرابا وتعره تقريبا 400 دولار طبعا للناس اللي معاها شوي تجروش مغلباها فيه أوبشن تاني من هذا SSD بسعة 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 تيرابايت هذه هي تقدر تشوفه سعاتها وأسعارها راح حط لكم روابط في الديسكريبشن علشان تفوتوا وتشوفوا سعاتها وأسعارها وتقارنوها البعض الهارد ديسك الاسس دي بيجي تماما مثل هذا بسعة 2، 4، 6، 8 أو 10 تيرابايت ولكن زي ما حكيت السعر أربعة أضعاف تقريبا أنا شخصيا مش قادر أصبر تعالوا نفتح الصندوق وشوف محتوياته حجمه صغير كثيرا أتوقعت حجمه أكبر صراحة من هنا إلو مطاط حتى ما يتحرك معك من مكانه لون سبيس جري زي لون اللابتوب ومثل القديم إلو زر LED LIGHT هنا أزرق بيضوي لما يشتغل هنا وصلت الUSB-C وهنا وصلت الكهرباء وهنا اللوك نشوف شوف الكارتونا هذي أفياش مختلفة ست أنواع من الفياش عشان تناسب من الجميع حسب من أي دولة أنت وكيف نظام الحفياش عندك هذي وصلة من USB-2 لUSB-C وهذي وصلت USB-C لUSB-C وهذا محول الكهرباء حقه هذا ضمان خدمة إنقاذ الداتا لمدة 5 سنين المطاط هذا طبعا غير إنه مانع للإنزلاق كمان مانع للإهتزاز علشان ما تحس بأي فيبريشن أو صوت منه إذا عندكم أي أسئلة أو اقتراحات أو استفسارات بتمنى تشاركوني فيها تحت في التعليقات هذا كل شي لليوم بتمنى إذا عجبتكم الحلقة تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب علشان نستمر في تقديم هذه الحلقات المفيدة وإذا أنت أول مرة عنا في القناة لا تنسى تشترك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد دعمكم الدائم لإلنا هو اللي بيخلينا نستمر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر